في مساحة الوجع العراقي الممتد منذ سنوات عجاف ثمت مدينة بأكملها شاهدة على حصاد الضحايا من جريمة وثقها الماضي الأليم واسمها حلبجة ورغم المعاناة التي تجرعها أبناؤها إلا أنهم تمسكوا بحق الحياة شاه حسين قادر أحد ضحايا جريمة حلبجة والتي جعلت الكرسية المتحرك رفيقه الدائم إلا أنه حوله لكرسي الإصرار على الحياة ومن كردستان إلى بغداد جاء محملا بنقل معاناة أهالي المدينة ليعرضها أمام رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني اللقاء الذي جمع السوداني وقادر وعضو مجلس النواب سروى عبد الواحد فتحت فيه أوراق رواتب مصابي حلبجة بالأسلحة الكيموية وظروفهم الصحية التي تعرض لها أهالي المدينة جراء جريمة الأسلحة الكيموية في عهد النظام السابق والتي شرحها قادر بالتفصيل لقاء وصفه المواطن الكردي قادر بالمثمر جدا حيث وجه رئيس الوزراء على الفور بإرسال وفد طبي لمعاينة الحالات السرطنية في حلبجة والتي انتشرت بفعل السلاح الكيموي كما أوعز بتوفير الأدوية اللازمة للمصابين التوجيه شمل تقديم ألاف السلات الغذائية لأبناء المدينة استجابة فورية وصفها قادر بتثمين موقف رئيس الوزراء الذي يشجع على النظر إلى حلبجة بعين الاهتمام تلك المدينة التي وإن غيبت أرواح أبنائها إلا أنها نطقة بأقصى حكايات الماضي القريب